بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسمه الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشب بن القحطاني يقرأ عليكم عمر المساطي المجلس التاسع والعشرون اسم الله السيد جل جلاله جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان حديث صحيح يستجرينكم أي لا يغلبنكم الشيطان وفي اللغة السيد الذي فاق غيره بالحلم والمال والرفعة والنفع والمعطي ما له في حقوقه ويطلق السيد على من لا يغلبه غضبه ويطلق على الكريم والملك والرئيس وسيد العبد مولاه وسيد المرأة زوجها قال سبحانه وتعالى وألف يا سيدها لدى الباب والسؤدد أشرف وسيد كل شيء أشرفه وأرفعه فمن الذي كمل في سؤدده غير الله عز وجل في ظلال اسم السيد ربنا سبحانه هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناءه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته فالله تبارك وتعالى السيد الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد هذه صفاته سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد ولا ينازعه فيها مخلوق وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصاني الخلق كلهم عبيد له تبارك وتعالى كلهم محتاجون إليه الملائكة والإنس والجن ليسوا في غنى عنه فهم الفقراء إلى كرمه ونطفه ورعايته فكان حقا له جل جلاله أن يكون سيدا وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم ربنا سبحانه السيد المتصرف في الكون لا ند لا وهو تبارك وتعالى السيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك له فهو السيد المعبود لا شريك له قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما إلها سيدا فكر خاطئ قد يعطى الإنسان أموالا وقد يرزق عيالا ويوهب جاها أو ينال منصبا ومركزا كريما أو زعامة عريضة أو رياسة مكينة قد يحف به الخدم ويحيط به الجند وتحرسه الجيوش وترضخ له الناس وتذل له الرؤوس وتدين له الشعوب فيبلغ من سؤدد هذه الدنيا مبلغا عظيما لكنه سؤدد ناقص زائل خضعتهم الأحلام في سنة الكرة ما أكذب الأحلام والتأويل ومن آمن بأن الله هو السيد الحقيقي تعلق قلبه به وحده تبارك وتعالى تعلق خوف ورجاء واستعانة وتوكل لأنه المتصرف في شؤون العباد وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها والعباد جميعا فقراء إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فلا يذل ولا يخضع إلا لله الواحد القهار السيد الصمد يا سادة أركان السؤدد في الخلق الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر وهذه لا تكون إلا في طاعة الله عز وجل ولذلك ساد الأنبياء والأولياء وكانوا شامة بين الناس وأما من ابتعد عن الله وكفر به فلا كرامة له ولا سيادة وإن حصلت لهم السيادة الدنيوية فهي زائفة ومؤقتة ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد روى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل حديث صحيح حما السيد وإطلاق السيد على المخلوق جائز لقوله عز وجل عن يحيى عليه السلام وسيدا وجاء في حديث الشفاعة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم رواه البخاري ولا تعارض بينهما وبين رواية السيد الله حديث صحيح رواه أبو داود لأن سيد الخلق عند المؤمنين يقصد بها الرئاسة والإمامة والعرب تقول فلان سيدنا أي رئيسنا والذي نعظمه وأما وصف الله عز وجل بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق والخلق كلهم عبيد ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان حديث صحيح رواه أبو داود فيه دليل على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وصيانته لجنابه وسد طرق الشرك وكره صلى الله عليه وسلم أن يمدح في وجهه مع أنهم لم يقولوا إلا حقا فهو القائل أنا سيد ولد آدم خرجه مسلم وخوفا عليهم من انصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانكسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا لله الواحد القهار اللهم إنا نسألك باسمك السيد أن ترفع ذكرنا وطدع وزرنا فأنت على كل شيء قدير بديع السماوات والأرض جل جلاله إنني متأثر جدا باكتشاف الحقيقة في القرآن الكريم إن هذا القرآن الكريم يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود كما رأينا لا يمكن أن يكون من مصدر بشري لقد عرفت بعد أن قرأت القرآن الكريم مستقبلي إنني سأخطط أبحاثي على هذه النظرة الشاملة البروفيسور يوشيدي كوزان تلك الطبيعة قفنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري الأرض حولك والسماء تزتا لروائع الآيات والآثار دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار لو تأمر الإنسان خلق السماوات والأرض لا استدل على الله البديع جل جلاله القائل عن نفسه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال ابن كثير رحمه الله مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثها على غير مثال سابقا وقال الشيخ السعدي رحمه الله بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام المحكم نداء لأولي الألباب وإذا كان كذلك فكيف يصح أن ينسب إليه شيء منهما على أنه بُلِدَ لَهُ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كُن فيكون وإذا ثبت أن كل ما في السماوات والأرض من إيجاده وإبداعه ثبت أنه داخل في عباده وملكه فيستحيل أن يكون له ولد وإذا كان الأمر كذلك كان حقا على البشر أن يأتمدوا بأمره وينصرفوا عما نهى عنه فضلا أن ينسبوا له الولد والزوجة ثم إن الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في الكون وفي بديع صنعه فالله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فالكون كله يحوي ذلائل الإيمان ويشير إلى صانعه السميع البصير تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأمل تخطها ألا كل شيء ما خل الله باطل شهود على فضل الإله ومنه لسان فصيح صامت وهو قائل تأمل في الكون يدخل بلال رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الصبح فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستجع يمكي فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له ويحك يا بلال وما يمنع لي أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأها إلى آخر السورة ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها حديث صحيح أخرجه ابن حبان فمشهد السماوات وما فيها من نجوم وكواكب وشمس وقمر والأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وحيوانات ونباتات وجمادات وأحياء وأموات يدل على بديع السماوات والأرض تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا في مؤتمر الشبان الإسلامي الذي عقد في الرياض عام تسعة وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد قام البروفيسور الأمريكي بالمر عندما سمع قول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وقال حقا لقد كان الكون في بدايته عبارة عن سحابة دخانية غازية هائلة متلاصقة ثم تحولت بالتدريج إلى ملايين الملايين من النجوم التي تملأ السماء ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب ذلك إلى شخص مات قبل ألف وأربعمائة سنة لأنه لم يكن لديه تيليسكوبات ولا سفل فضائية تساعد على اكتشاف هذه الحقائق فلابد أن الذي أخبر محمدا هو الله وأعلن البروفيسور بالمر إسلامه في نهاية المؤتمر وفي المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض عام أربع وأربعمائة وألف للهجرة قام البروفيسور تاجتات تاجسون رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة ماي بتايلاند وقال وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع القراءة والكتابة فلابد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول جاء بهذه الحقيقة لقد بعث إليه هذا عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء أهذا الخالق لابد أن يكون هو الله ولذا فإنني أعتقد أنه حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دواء وشأن اسم الله البديع سبحانه عظيم فمن دعا به استجيب له روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى حديث صحيح اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا إنك على كل شيء قدير آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة